السلام عليكم لا يوجد الحوار وإجابات يبدأ يسبب هذا دليل على أنك ضعيف وليس متربي فهمت؟ بالعكس بسببه بديت نخمم ونفكر ونقول علاش أنا نحب الإسلام علاش ما نبدأ نبحث ونفهم مشكين مسلمة غير بالاسم هذا الشيء ما كان هذا يطلحكم فيه أسئلة ويقولكم جاوبوني معرفناش نجاوبه كيفاش تجاوب على حاجة انت مكش عارفها يعني هو راهم مش غالط وحنا اللي مناش عارفين ولو هذا الشيء اللي حبيت نقوله شكرا ماشيغا دائما رائع عبرافو عليك سعيد في البحث تاكوتي سعيد 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 مسلمين ولكن الناس محترمين في مرحلة البحث سعيد سعيد السلام عليكم السلام ومن الله يتحال وبركاته اخونا انا منهراني سمع فيك انت امرت امي بالله امرت وزيت على المرث اللي كنت الجهل الداعي شغلاني معك شما انت تعلم حويتش مش مانا مسلم يقولون ان تبعوا السنة و تبعوا كلامنا نتبعوا و خلاش كيل كباش انا شغل كباش نتبعوا سلموني حبيت انفهم بك كان حواليا انا ما نعرفهمش لا في القرآن لا في السنة انا مدابية برك ما باش كيفاش تنصحني ولا وين رح نشوف وروح نحوس بس نزيد فريمون نتأكد أسكرني غالط ولا نتارك غالط ولا نتارك غالط ولا نالحق وين عندك الصح وين شوف حبيبي عندك الصح والجامي جامي 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 تاخد كلامي كحقيقة مطلقة نفس الشي كما يقول لك الشيخ في الجامع تاخده كحقيقة مطلقة انت واش تدير ما ركش بالعكس ما ركش ضايع انا يقول لك تبع في عقلك عقلك راي يبحث رك في مرحلة هذي سمحلك انك تتساعد وين مرحلة صعبة صح ولكنها شوف صدقني لما انتفكرها انا هي واحدة من اروع المراحل في حياتنا لما نكونوا نبحثوا غير بالشوية بالشوية ما تتقلقش فقط انه هاد المشكلة انتعنا احنا نبغونا عارفوه كل حاجة في يوم واحد ولا لا البروستس هذا صدقني انا عندي ازدقاء اخذ لهم ثلاثين سنة منتع البحث انت رك مازال ما شاء الله عليك رك نحيت هذه القدوسية العمياء اللي تخلي الناس تسب تخليهم يعتاد خلاص انت مام تبقى مسلم صدقني مام تبقى مسلم خلاص رك تخلص من العبودية رك تخلص من اشياء كثيرة رك بوليت انسان رك بولي عندك عقل رك تسيطر على عقلك انت هو لك ال دي سي دي ما كش مخلي ناس اخذ اخرين دي سي دي سي دي في بلاستك وانا اقول لك هذا بالنسبة لي انا كمناظل هذي يكفيني قالوا رك نصيحة انت عيد وحيدة لا حبيت تسمع نصيحة وانا مانو نحبش نمد نصائح مين بويسك انت سقصيتني قادي نقولها لك انك تصبر خد رح تكبش شوية وصدقني كل يوم رح تتعلم اشياء اللي يمكن رح تكون في صالحك وتكون بالك انا ضدي ولا ولكن ما اهمش انا ليس انك تخدم عقلك وتطرح الاسئلة هذا الشيء اللي ما كناش ما كناش عندنا الفرصة لما كنا تحت ظل الاسلام يقول لك امن وإلا سمعت واحد يهدر اهرب منه وسبوه وما تريحش معه وما تريحش معه ما الخوف شوف هذا الوقت انك اهدرت عليه سيد فريمان كانت عماني قلت لي لا تخدم علي اذهب لا تخرج لي بهذه الخارجة لا تتبعني لا تتبعني لكن انت لا تتبعني شوف في فريمان سي اعطيك صحة اخويا انا ستنيح مريض اخلاص انا اتبع فيك لا تتبع فيك جميع سباسية نحضر انا اراني مهرود اراني مهرود هذه هي ما اقول لك اخويا مهوب انا اتبع فيك من تحتها باش نتعلم هذا مكان كي نضيفها ما نعرفه ما نصوص هذه ما تعلق والآيات كي نتعلم لكي نحن نفذر لكي نضيفه لا تخبرك ما تخبرك حبيبي لا تخبرك حبيبي لا تخبرك سوف نسمحهم من ذات سببك وضعك موالف كيف يفشل العقلية على الناس لقد قلت لك انا مسلم لا نعرف على الدين التاعي قالوا انت مسلم قعدت مسلم والله شامدت حجام مليحة شامدت واحد شامدت على واحد والحمد لله هذا ما كان صحا شكرا 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 حمد لله انتم مقوم لا شكرا 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 في الكتاب الهيلوغريفية او ملويسون في مصر كتاب الهيلوغريفية يعني الكتابات المصريين في الجدران بارتو وين تذهب المبعادة في مصر كان كتاب الهيلوغريفية الحاجة اللي طرحت سؤال كبير بالكتامر وماركيج عم يكبر لي هذك كتاب الهيلوغريفية كتبين على كلش فريموا فريموا على كلش على الطب على التطور الطبي ذاك الوقت في العصر الفرعوني كتبوا على الهيلوغريفية نحن عندما كتبوا على موساه يشك البحر صح lys كست ست كم كان قال الذ الحاجة الكبيرة اللي هي كتبوا على ادفاه الامور على القطط فانت كيفا ليشا ليشا كتبوا عليهم كتبوا على القرلوت على ليشا على بالصح غير على شوف على موسى وعلى يوسف ومنها ماكاش حيرة حير بالصح عميك نعطي معلومة نعطي معلومة مي هوبا انا قلت مع روحي مرة مرة من الاوقات قبل انا مدتشو الشاشر هادك الكتابة اللي عجدران محرفها محرفها شوف شوف هاكدا صافي المفضائيين هم محاوهم غير كانوا مكتوبة يوسف رحوا نحوها سكار فينا لا لا قولوا يا هاديك يا اخي راح انا قولت او كان مدتشو لويشارش مع روحي قلت او كان نلقى لخش كتابة رغريفية من البكريم اللي كنت صغير على بلي وليكتشفوها حديثا يعني من قبل واحد ما كان دي شيء في الاهر بشي يكون في علمك على بكبه هذي يعني فوقت الرأس ووقت الصحابة واحد هذو كيتابات وحما كان يعرضهم ما دي شيء في الهواج أنا معه روحي قلت قلت وكان زي ما نلقع باللي صح راي مكتوبة باللي موسى ومكتوبة الأنبياء قلت ندخل في النام نشوف ما نحوسها لحتعب ساعة هذا أكبر دليل صح ولا أنا غالط نشيرك اليوني لأن كنا نسمع الناس كيمانتا شابة كيمانتا ما نكتبش عليك تحكمني واحد لافي أختي فخونش ما باللي مهيش هذه الصورة بس كما نكتبش عليك دفوت تحكمني واحد الكيف يقولوا نتضرب نقول يا أخويا حنا شعوب متأخرة وكذا وكذا بس كنا نسمع ديجان كيمانتا كيمانتا عندهم هذه الرؤية هذه هذه الشجاعة فخونش ما فخونش ما ننبغى يقولون أنه مفتخر ولكن يقولون أنه مفتخر و أنت لم تكشف الأول أخت مسلمة أخت مسلمة طلعت تقبيلات يعني تخدم عقلها سابوش هناك حركة الصح في شمال إفريقيا حركة كل الإنسان لا تتعلم الجميع يقررون لا تتعلم لا تتعلم لا تتعلم بهاده نحن نقوم بمشارة كما قصة اليهود لا تتعلم لا تتعلم و هذه قصة الأبيضين تقلق السكر و الملح فهذا كيف يمكن أن يكونوا بهم كما تقلق السكر و أين تذهب براءة؟ سمحهم يهضروا عن يهودين قصة اليهودين هذا حادث لا تتعلم و هذه تقلق السكر و الملح لا تتعلم لا أثار له لا أثار له نعم هي أختي الحلال وبين والحرم وبين يعني شوف انت كيت وتدروا على موضوع تقول لك صباطي حمر أختي وي على بنا بلي صباطك خضر أنا ماشي حمر خضر أنا هدروا على الحاجة والحلال وبين والحرم سيديونام بأختك و وأنا نقولها لك أنا نعرف بنتي هذا يسموه ميكانيزم أنت على الدفاع عن نفسك لأنك ما عندك جديزار قيمو سمعتي توشات الباطنية تاك يعني دخلتي في مرحلة تنافر المعرفي بعدها واش قلتي نرم يكلمها باش نقنع بها روحي حلال وبين والحرم واش من حلال وبين مضمك يقول لك الرجل عن الحقي يضربك يقول لك تزوجين تفلة صغيرة شهادة عقنس وشهادة الرجل ميرات تعقل وقتال وينهنا الحلال وبين والحرم بين يعني هاد الميكلمزم هادو انت الإنسان يدخل في مرحلة يبقى غيداف على روحه خلاص هذا يبقى يفشل يبقى غيتيري واش يبقى لو باش يدافع باش يدافع بغيب الكلم هاي والله العظيم لو كنت عارفك شوفوا ثاني عندك حاسب اسمعني كنت تعرفها باللي راح تكتب غلط في الاخران مي كنت تعرف انا كنت حسبك راح تكتبه الحمد لله على نعمة الإسلام شوف واش كتبت رانين قارع سبحان الله كتبت اللهم عز الإسلام المسلمين ويغلط في هذا الاخران مي كان على بالي باللي راح تكتبه جملة المهد هي نورم المو التسعة على عشرة يكتبوا الحمد لله على نعمة الإسلام يدخلوا في الحياة كما انت يدخلوا في الحياة اللهم عز الإسلام شخون هذا الله هذا هذا الله اللي قال لك انت ناقصة عقل ودي هذا الله اللي قال الراجل عنده الحق يدربك في آية بس صح لا لا هذا هذا شخوا يميه بغضو البارح للجمعة الجمعة لا تيمن يهضروا على الحواج الملح البوزيتيف وع القطة هذيك الهرة ليوكلها وتخل الجنة ولا بيهضرش علىها كما هذا ومتاع الميراض وعلى صفية بنت حوية وعلى الصحابة اللي تقاتلت وعليش ميهضرش على هذه المواضع في يوم الجمعة وعليش هذا مرحي هاليونان وعليش ميهضرش على هذه المواضع غير حجم لي حال أبياضين وفهمت كيفاش ويهودي اللي كان يرمز في الرسول هذيك ثاني حكاية مكة شقع منها اختلقوها كذبوها مشي من بحدي الضعيف في الرسول كان يرمي وكان يطلع عليه كان مريض وكان يطلع عليه عم يكون صغار قحكوهن حكاية هذه وكان حتي يهودي وكما قلوه كان محسوب كان يعملوا بالحسنة وكما قلوهن حديث بلي يهودي بعثوهن ثمانين أميل عن المدينة لا يعرفوهن هذي يستوار فانت كيفاش لا يعرفوهن الجزية ولا يشوفو غير الأمور والإعجاز العلمي والقمر اللي يتشاق شكرا بزافة نفتخر بمعرفتك شكرا جزيلا شكرا جزيلا شكرا جزيلا شكرا جزيلا هناك حركة خيالية ما قلناش نتوقعوها لبانا بلية الناس اللي راهم يتنوروا أنا ثاني جتامة ميمي ما تتزعفيش مني ماتقوليش جتامة ميمي ماتزعفيش ماتزعفيش نقولك جتامة الخطر الجاي انطلاك ينحل بلك لا قدرت أنحل في العشياء فخوشمو الليف تعليم رائع راه يعطينا نظرة وشفته البارح خطرت ان بعد ما غلقت رحت عن ماريا الأستاذ انتعنا ماريا يعطيتني الفرصة بالعربية خلتني نتعلم ثاني عندها سيخطوط على المغاربة والجزائريين كيفش ولو قرآنيين ولو مؤولين اللي عادت على المغاربة هذه الحاجة الأولى بعد رحت اخترت عندي بزاف ما استعملت عشاء التختيك هذا نروح عند هذوك القشيحيين هذوك اللي مازال يفكروا انه كيسب لك يماك ولا كيسبك راه يطيح من قيمتك ولا يطيح من قدرك المشكلة هو أول حاجة راه يسيب في يماه راه يسيب في الله والرسول هذه هي المصيبة ما يطلعش عندهم واحد من الدين يقولوا حبس بريمير مور الله يقول لك ما تسبش الزوجة راك تسب في واحدة يماه وهذه يماه محصانة سوف يدير ثمانين جدة راك تقدر في محصانة هذه هي وكان آيات بزاف يعفسوا عليها كيسبك انتح هذه ولا تزيروا وزرة وزرة أخرى هذه ثانية الآية هذه نسيتها يعني واحد ما يتحمس بسؤولية الآخر لماذا لأنه عندنا أنبياء أولادهم كانوا فاسدين كما ويلد نوح أسكو ويلد نوح كي كان فاسد البابا هو وليد حاسب ولا الله سبوه هذه الناس أنا أقولها بالجال البابا حنا حبيت غين واللي الناس شوفوا اطلعت عندهم ما سبيتهم وكانوا يحلين ثمانية قع يماك يماك ندير في يماك ندير والناس اللي معروفين في التكتوكة يحلوا لايفات قلوا يدخلوا معها هذو المعروفين يعني يديروا جوالات مع الناس المعروفين هذا قش وهذا الخرين وهذا الخرين وكلش وكانت الهدف انتاعي كي باش نوري واش هاد الإيديولوجية تدير بالناس والنظام بيأسروا تحية عمي تبون كلهم قاعد تحية عمي تبون تحية الجيش ان شاء الله ان شاء الله تربيه ندعي ربي يعطيني كاش حاجان ان شاء الله بربي انا نقولها لك غادي نرجع في الحشية ولا غدوان بله انتاعك ولا بدون الله حمتي بله ولا بدون الله غادي نرجع وغادي الناس يطلعوا يحكوا قصص خورج سحوم الإسلام ونقول لكم يعطيكم الصحة ميخصي ميخصي اللي في اليوم كان رائع بكل بساطة بسيط جدا ميراعي نقول لكم الموت عليكم او اللايف قال لي ذي جاء تارفي قال لي رها دي مينوت ما يولي شي بان اما لا نشوفكم ان شاء الله في الحشية نروح نصلي دروك نروح نصلي ولا ونطلع لك شوية الجبل حراء بلاك نجيب كاش آية او اللا نجيب هالعشية انا نقول لكم اوكي ايا بادي اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة